شهد قطاع النقل الأردني تطورات ملحوظة في الحقب المختلفة خاصة قطاع الشحن فمن عدد محدود من الشحنات قبل نصف قرن على سبيل المثال إلى أكثر من 21 ألف شاحنة اليوم لكن هذا القطاع لا يخلو من المشاكل المستعصية المرتبطة ابتداء بازدهار التجارة الداخلية والخارجية عانى قطاع الشحنات من أزمات دول الجوار صحيح أنه استفاد من بعضها مثل الحرب العراقية الإيرانية إلا أن معظم الأزمات كانت شرا على هذا القطاع في الأوين الأخيرة أضرب سائق الشحنات احتجاجا على عدم التزام الجهات الناقلة بالحد الأدنى لأجور نقل الشحنات غير أن وزارة النقل بعد سلسلة اجتماعات توصلت إلى اتفاق وانتهى الاعتصام وفي سياق ديسلة ايضا اشتكى مغتربون أردنيون من عدم قدرتهم على شحن مركباتهم غير الأردنية اللي كانوا يستخدمونها خلال قضائهم عطلة الصيف في الأردن ونقلنا ووقف على هذا الموضوع قبل قليل مراسلنا أسامة العدوان فما هي أصل الحكاية؟ قضايا أخرى متصلة بقطاع الشحن نناقشها اليوم مع ضيفنا عطوفته أمين عام وزارة النقل ومدير عام هيئة النقل المهندس أنمار الخصوني صباح الخير أستاذ أنوار وأهلا وسهلا فيك معنا صباح الخير إليك ولكافة مستمعينك الكرام بداية قضايا الشحن والنقل يعني قضايا شائكة وكثيرة لنبدأ بالمحور الأول عن المعابر وهنا أتحدث عن معبر الكرامة هل هناك أي دلالة أو مؤشرات على التحول من نقل باك تو باك إلى الشحن المباشر؟ ستة حقيقة إحنا على متابعة حثيثة بخصوص هو فتح معبر الحدود الكرامة طريبيل تم فتحه من شهر ثماني ألفين وسبع عطاش نعم وبالتنسيق كان مع الجهات المعنية صحبة العلاقة من الجانب العراقي بهذه الفترة وبداية كان عدد الشاحنات التي تعبر من هذا المنفذ والذي هو باك تو باك الذي يفرغ ويحمل بشاحنات عراقية كان عددها ثلاثين أربعين شاحنة الآن ازداد إلى حوالي مئتين شاحنة يوميا نعم وحقيقة بدأ الجانب العراقي يستورد جزء من البضائع العراقية من خلال موانئ العقبة احنا بنأمل يزداد هذا العدد ويتصاعد حتى نقدر نشغل الشاحنات الأردنية لأنه في عنا عدد كبير من الشاحنات الأردنية عانى في الفترة الحالية وسابقا بسبب الظروف اللي مرت فيها العراق وسوريا فالآن في تنسيق مع الجانب العراقي للقاء على الحدود العراقية الأردنية وبننتظر الإجابة منهم حتى يتم الاجتماع في المعبر لتسهيل كافة القضايا اللي هي روتينية وإجرائية على الحدود حتى يكون في سهولة في النقل بين الجانبين نعم حطوفتك لو انتقلنا على أيضا معبر آخر اللي هو معبر جابر نصيب هناك عدة أحاديث تقول إنه سيفتح قريبا لكن هناك شروط من قبل الحكومة الأردنية أو إجراءات احترازية ما قولك في ذلك ستي أحنا بالنسبة إنه كوزارة نقل جهة تشغيلية وتنفيذية نعم ليست لها علاقة بالإجراءات السياسية والأمور الأخرى اللي بتخص العلاقات بين الجانب السوري والجانب الأردني بس تم تحضير أو لفت انتباه للمكاتب أيضا ستي بالنسبة إنه إحنا كحدود تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية صاحبة العلاقة سواء أمنية أو جمارك أو شركات تخليص أو تأمين بأنه يكونوا جاهزين لأي وقت بأنه يكون الحدود جاهزة وفتحة في حال تم فتح هذا المعبر نعم نحن كجانب أردني جاهزين وفي تواصل مع كافة هذه الجهات بحيث إنه يكون إذا في أي يوم بدأ النقل أو الحركة المرور بيننا وبين الجانب السوري يكون جاهزين فحقيقة كجانب أردني هو جاهز لأي وقت من الأوقات بننتظر الإجراءات اللي هي بتتعلق بين وهاي مرتبطة في وزارة الخارجي وجهات أخرى يعني ما عندكم أي معلومات إمتى ممكن يفتح المعبر نحن لحد الآن ما في صار تواصل أو تنسيق بيننا أو بين الجانب السوري ننتظر زي ما حكيت لأنه هذا جانب سياسي وبتعلق بوزارة الخارجي أكثر ما يتعلق في وزارة النقل نعم ننتقل لمحور آخر بالنسبة للشكاوي والمطالب لسائقي وأصحاب الشاحنات اللي تم من قبل يومين وطلعتوا بصيغة توافقية كانت مطالب عدة لو نستعرضهم على السريع وضع حد أدنى لأجور نقل الحاويات طبعا قيمته 390 دينار لغاية 25 طن بيحسب مبلغ 15 دينار عن كل طن فوق 25 طن وأيضا 350 دينار للشاحنة سينجل تلات محاور وبرأس محورين أجرة نقل للمحافظات دينار على كل كيلو تحسب المسافة من جمرك عمان أو من مفرق شارع المطار لشارع المئة يحسب دخول السيارة ساحة المعينة أو جمرك عمان وغيره مبلغ 40 دينار لترلو 30 للسينجل والتنك تحديد عدد النقلات وارد 6 نقلات صادر 6 نقلات بالحد الأعلى في أشهر السنة اللي بيقل فيها العمل أما باقي أشهر السنة تكون عدد النقلات 8 نقلات بالحد الأعلى والأهم إنشاء مكتب لتنظيم الدور من قبل وزارة النقل أو من ينوب عنها إذن هاي مجمل المطالبات اجتمعت حضرتك وأيضا الوزارة النقل وكل الجهات المعنية وطلعتوا بصيغة توافقية شو المطالب اللي ستقومون بتحقيقها وشو اللي بيصعب عليكم إنكم تحقيقوها ستة حقيقة بواحد تسعة بدأ موضوع اعتصام لأصحاب الشاحنات الأردنية والذات اللي بيحملوا كونتينرات فكان في مشكلة بموضوع عدم تطبيق الحد الأدنى للوجور وليس إنه المشكلة ما كانت في وزارة النقل أو هي صاحبة العلاقة بموضوع عدم الالتزام بالحد الأدنى للوجور مع ذلك إحنا كنا شركاء معهم كونا معنيين في هذا القطاع ومهتمين بتطوير هذا القطاع فمين المسؤول عن المتابعة؟ كان هو عدم التزام منهم كأصحابنا شاحنات والشركات اللي بين بعض اللي بتسرب وبتعطي الأجر للناقل الفردي طيب مش المفروض يكون فيه رقيب يعني ينظم هاي الأمور يعني هم ما بدفعوا مين اللي مسؤول إنه يرجع لهم حقوقهم؟ هلأ كان فيه بينهم سمسار فالسمسار هي اللي كانت خلق جو وعاملة المشكلة في هذا الموضوع فهلأ إحنا ضبطنا هذا الموضوع وتم التوافق إحنا والناقلين الأفراد بحيث حقيقة هو قطاع حقيقة منظوم وبحاجة إلى خدمة وبحاجة يعني الواحد لازم ينصف كمان الجانب الآخر هو بحاجة إلى متابعة حثيثة وأنصاف إحنا متابعينهم وحقيقة بتواصل محهم حتى كأفراد كناقلين أفراد ومن بداية المشكلة تم الذهاب إلهم إلى جسر المطار مرتين وتم اللقاء محهم أكثر من مرة في الوزارة وفي النهاية توصلنا إلى صيغة بحيث نضبط هذا الموضوع وحقيقة شبه ضبطنا هذا الموضوع والآن في التزام من يومين أو ثلاث أيام في التزام بموضوع الحد الأدنى للأجور لأننا عملنا طريقة بحيث نضبط هذه القصة فالآن في التزام وفي اهتمام بحيث وفي عقاب لكل شركة بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور سواء كانت شركة تخليص أو نقل فرح يكون إيقاف إلها لمدة سنة وهذا موضوع جدي وليس وما رح يكون في تهاون حتى نحفظ حقوق هؤلاء الناقلين الفرديين اللي بأمانة هو في ظلم بحقوقه يعني أنت بتقول أنه أصبحت هذه القضية تحت مظلة وزارة ورقابة وزارة النقل؟ الستة هو حقيقة ليس هي المعنية والمسؤولة بعدم تطبيقه احنا يعني بدرجة الاهتمام بهذا الموضوع عملنا معادلة وحددنا لحد الأدنى للأجور والتي تفضلت فصلت بحديثك بالبداية وأخذنا فيه قرار مجلس وزراء كونه هذا الموضوع يتعارض مع قانون المنافسة في وزارة الصينية نحن نحن نعرف عطوفتك من المسؤول عن إلزامهم بدفع أجور الحد الأدنى؟ الستة هم لازم يلتزموا بين بعض فمع ذلك طب هم مشاكلهم من ال2006 يعانوا بهذا الموضوع يعني لغاية الآن بأمانة فيه صحيح خلينا نقول بإضافة إلى الأزمات اللي بشدها الإقليم اللي أثر على القطاع النقل يعني فيه تقريبا 630 مليون خسائر مسجلة منذ خمس سنوات سابقة يعني لازم يكون هناك هيئة مسؤولة تضبط الأمور بين الطرفين ستة فعشان هيك احنا كنا حريصين ندخل على هذا الموضوع والنظم أيضاً وحقيقة نظمناه والآن بعمل على موضوع من خلال الوثيقة نعم وفيه يكون استلام شك بقيمة المبلغ اللي تم تحديده على الوثيقة واللي تم الموافقة على الحد الأدنى الجور والمقر من مجلس الوزراء الموقر بحيث أنه يكون فيه دفع كامل حقوق الناقلين الأفراد نعم نتحدث عن المحور الأخير عن مشاكل اللي بيواجهها المقتربين الأردنيين في نقل مركباتهم لمكان إقامتهم حدثنا أكثر عن القانون أو خلينا نحكي التعليمات أو الأنظمة في هذا الشأن وليش دائماً هناك مشاكل في هذا الموضوع هاي السنة والعام السابق ستة حقيقةً احنا دائماً بنرمي كل مشاكلنا وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين على الحكومة للأسف هذا الموضوع يعني فيه تهويل وفيه دائماً الرمي باتجاه الحكومة أنها اللي بتقصر بهذا الموضوع احنا كحكومة أردنية نلتزم بالقوانين والأنظمة اللي موجودة لنا غير هيك فيه اتفاقيات بيننا وبين هاي الدول المجاورة وكافة الدول المجاورة وهذا الاتفاقيات حتى في كل دول العالم موجودة بأن الفارغ ممنوع يدخل إلى الدول المجاورة لأنه أنا في عندي قطاع وحنا لسه بنحكي عن هذا القطاع اللي متضرر واللي بعاني نعم فهذا جزء من الموضوع فالاتفاقيات اللي بيننا وبين الدول الجوار تمنع دخول الفارغ يعني إلى الدول المجاورة أنا الآن حتى هاي الحكومات أو الدول المجاورة تمنع دخول الفارغ إلها فأنا بطبق الاتفاقية اللي بيني وبين هذه الدول فغير هيك الا القطاع اللي بيجيني مثلا فارغ من أي دولة أخرى مجاورة الا اللي صاحب هذا الشاحنة على الغالب ليس من أبناء الدولة المجاورة هو يا أما بيكون هندي يا أما بيكون بنغالي يا أما بيكون فهي بتوفي معا بأي أجر بتقضى زائد سعر المحروقات في هاي الدول سعر بسيط جدا وقليل فأنا حتى أحافظ على الناقلين الأردنيين والمحافظة على حقوقهم وأطبق الاتفاقية اللي بيني وبين هاي الدول المجاورة لازم ألتزم وأحافظ على الناقل الأردني اللي عندي فهذه المشكلة تكمن في هذا الموضوع هلأ أي ناقل بيجيني من هاي الدول محمل يحق له أنه بالمقابل يحمل عندي ويطلع إلى الدولة المجاورة وبنفس الاتجاه برضو الأردني يحق له إذا كان محمل وذهب إلى أي دولة مجاورة أنه يحمل من الدولة المجاورة ويرجع للأردني نعم يعني نحن دائما منتمنى أنه يكون في باب الحوار مفتوح أمام الأصحاب المعنيين وأيضا سائقي وأصحاب الشاحنات لأنه بالطبع هذا القطاع يجب أن يكون مدعوم لأنه هو أيضا بيدعم خزينة الدولة وبيدعم الاقتصاد وروافد القطاعات الأخرى إذن عطوفتك أمين عام وزالة النقل بس إذا ممكن علق شغلي تعليق صغير لأنه يضيق الوقت ستي أنا يعني بأمل أنه دائما ما نرمي أي مشكلة عالقة أو موجودة أو عدم التزام فيها حسب التعليمات والأنظم والاتفاقيات اللي بينها وبين الدول على هذه الحكومة أرجو أنه هم يتقيدوا في الأنظم والتعليمات والاتفاقيات الموجودة بين الجانبين أي دولة مجاورة وما في مشكلة بكرة بيقدروا يحملوا مع شاحنات أردنية وبوصلوا لمقاصدهم فهذه هي المشكلة نتمنى دائما التوافق والتوفيق للجميع إذن أمين عام وزارة النقل عطوفتك السيد أنمار الخصوني شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح شكرا لأهتمامكم في هذا القطاع اللي حقيقة هو من أهم القطاعات وهو الذي يعمل حركة التجارة بين سواء الداخلي أو الخارجي صحيح